ايجاك الواوي ايجاك الذيب مثل عراقي شعبي يتجسد على ارض العراق منذ اربعين عاما فما بين ايران والولايات المتحدة يتجسد الواوي مرة والذئب مرة اخرى ففي البذء وتحديدا خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي جرت حرب ضروس كانت ايران التي انتقلت حديثا الى جمهورية بمسمى اسلامي جديد احد طرفيها وكان العراق طرفها الثاني ثماني سنوات اكلت الاخضر واليابس وخلفت لدى الطرفين الملايين بين قتيل وجريح ومفقود واسير وعادت الاقتصاد في البلدين الى ازمنة غابرة ناهيك عن التداعيات السلبية التي حطت وبالها على كاهلي الدولتين الجارتين وما ان انتهت الحرب اخذ العراق عامين فقط هي استراحة محارب دخل او ادخل بعدها في حرب اشد ضراوة وتأثيرا الولايات المتحدة الامريكية قادت طرفها هذه المرة حرب وصفت بانها عالمية ونتائجها كارثية معركة بدأت مع بداية تسعينيات القرن الماضي واستمرت في اشكالها المباشرة وغير المباشرة حتى انتهت الى غزو العراق في عام 2003 بعدها دخل العراق في مرحلة جديدة كانت فيها جل امنيات العراقيين ان تؤسس لمرحلة جديدة تخرج العراق من دوامة الحروب العبثية الطويلة حكومات سبع تعاقبت على حكم العراق حتى اللحظة ولا زالت المعضلة ذات المعضلة تصفيات حسابات واشنطن وطهران على ارض العراق والاخير هو الضحية دائما ضحية بين مطامع العدوين اللدودين الواوي والذين